السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بالدرسان جديد إذا كنت هل مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كلها جديد البعض يتابع القناة لكن نسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر اشتراك ونفعل زر الجرس ليصلكم كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن Personal Pronouns ضمائر الشخصية أو الضمائر بحالة الفاعل النوع الثامن الضمار نسمي Possessive Pronouns الضمار بحالة الملكية من المهم جدا تعلم هذه الضمار باللغة الإنجليزية وهي من الأساسيات في اللغة الإنجليزية تعلمها يساعدني على الكتابة والتحدث بشكل أفضل كما نعلم بالجملة الإنجليزية بيكون عندنا Subject فاعل Verb وتكملة الجملة دائما الفاعل يما يكون اسم يما يكون ضمير لذلك من المهم جدا تعلم هذه الضمار كما قلنا تابع معنا هذا الفيديو لدينا الكثير من المعلومات الأساسية في تشكيل الجملة الإنجليزية إذن كما قلنا يجب معرفة هذه الضمائر بشكل بصم I He She It We You They لدينا نضغم مرة بحالة الملكية My His Her It's Our Your Their Their إذا أردت أن أشكل الجملة باستخدام هذا الضمار جميع هذه الكلمات يتبعها الاسم Job Job عمل كما نعلم الجملة الإنجليزية بيكون عندنا Subject فاعل Verb فاعل وعندنا تكملة الجملة الفعل سيكون مع جميع هذا الجمل like مع هي شيئة نضع likes أيضا like إذا ردنا أن نستخدم هذه الضمائر بحالة الفاعل وبحالة الملكية بشكل صحيح لاحظ المجموعة الأولى جاءت أين قبل الفعل دائما الضمائر بحالة الفاعل تأتي في بداية الجملة أغلب الأحيان وقبل الفعل الضمائر بحالة الملكية تأتي قبل الاسم إذا لنملك شيء معين مثلا أريد أن أقول I like my job أحب يعني أنا أحب عملي إذا my job عملي لاحظ job عمل أريد أن أقول عملي my job فقط أضيف اليا إذن عملي هاليا التي ضفتها هي نفسها my I like my job أحب عملي إذن مع I نستخدم my my ملكيتي أنا يعني شيء أملكه أنا مثلا my car سيارتي my job عملي he likes his job إذن هو يحب عمله إذن مع I استخدمنا my مع he لا نقول my his عمله he likes his job يحب عمله ممكن شخص يسأل لماذا هنا لم نضيف S فقط بالوسط هذه الكلمة ضفنا S لأن دائما مع he she it أضيف الفعل S نسمي S المفرد الغائب وليست S الجمع تكلمنا في دروس وفيديوهات سابقة لكن تركيزنا على ضمار بحالة الفاعل وضمار بحالة الملكية he likes his job يحب يعني هو يحب عمله his job كما قلنا job عمل عندما نقول his job تصبح عمله إذن عمله هل لها أضفناها هذه هي his she likes her job هي تحب عملها إذن she her she likes her job هي تحب عملها لاحظ job كما قلنا عمل her إذن job عمل her عملها هل ها باللغة العربية قبلها في الإنجليزي her she likes her job هي تحب عملها مع it نستخدم its it likes its job تحب ويحب عملها ممكن يكون عندنا آلة أو حيوان إذن مع دائماً الغير الإنسان نستخدم its إذا كان مذكر أو مؤنث نقول it likes its job تحب عملها إذا نفسها it هي عماله إذا كان الغير عاقل أو الغير إنسان مذكر عماله its job لو كان أنثة its job أيضاً عمالها we like لاحظ لا نضع s كما قلنا s المفرد الغاب عندهم قاعدة باللغة الإنجليزية إذا كان بداية الجملة s المفرد مثل علي أحمد خالد ماري سوزان يضعون للفعل s يسمونه s المفرد الغاب معد ذلك بحالة الجمع لا نضع s قاعد عدهم هل تغير من معنى الفعل like لا تغير لكن الخطأ إذا لم نضع هذه s we like our job نحن نحب عمالنا يعني our job عمالنا كما قلنا job عمل عندما نضع our job إذا عمل تصبح عمالنا هل نا هي our we like our job إذا نحب عمالنا نحب يعني نحن you like لاحظ عندنا your نسيئنا r you like your job you like your job إذا أنت تحب عمالك أيضا كما نعلم you ترجمتها أنت 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 أنتما أنتم وأنتن إذا خمس ترجمات عندما أقول لشخص you like your job تحب عملك أنت نفسها you like your job تحبين عملك أنت نفس الجملة ما تغير you like your job تحبون عملكما إذا كانت اثنين you like your job تحبون عملكم أنتم you like your job تحب عملكنا أنتن أو أنتن اللاحظ إذن your كما قلنا لها خمس ترجمات your job يعني نعرف job كما قلنا عمل عملك عملك عملكما عملكم وعملكنا إذن خمس ترجمات أنت أنت أنتم نحفظها they like their job يحبون عملكم إذن they like their job يحبون عملكم كما نعلم they ترجمتهم هما هنا they like their job يحبون عملهم they like their job يحبان عملهما إذن هما they like their job يحببنا عملهن هن إذن هذه الضمار بحالة الفاعل كما قلنا we نحن it هو وهي she هي هو أنا و هذه الضمار بحالة الملكية إذن دائما نحفظها بشكل بصم i my he his she her it it we our you your they there إذن كما قلنا الضمار بحالة الفاعل تأتي في ذاتة الجملة قبل الفعل الضمار بحالة الملكية تأتي قبل الأسم لنقول بأننا نملك شيء معين i my نحفظ بهذا الشكل i my he his she her it its we our you your they their i my he his she her it its we our you your they their i he she it we you they my his her its our your their i we i we we he she it they they so she it they they you they 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 you they them they they وبحالة الملكية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته